في كان لحضراتكم مرة تانية وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة دفتنا النهاردة هي كتبة شابة مصرية جميلة متقلقة جدا في الوسط التقافي رغم ان هي ما بقلهاش كتير بتكتب الا انها ادرت زي ما قلت تحفر اسمها ما بين الكتاب الكبار من خلال اعمالها الادبية المميزة البسيطة وزي ما قلنا النهاردة هنتكلم معاها عن روايتها ماذا لو سؤال احتمالي سؤال افتراضي دايما ممكن نكون بنسأله لنفسنا اهلا بك يا ساندرا ازايك عاملة ايه اولا مبروك على نجاح الرواية او مبروك على نجاح الكتاب بتاعك وكلميني شوية عن الفكرة يعني احنا طول الوقت بنقول لنفسنا ايه اللي هيحصل لو ما كناش عملنا وماذا لو لو عملنا كده ولو ما عملناش كده الفكرة دي انت شخصيا مريتي بيا ولا جاتلك منين الفكرة طول الوقت طول الوقت اه يعني انا حياتي مبنية على الاحتمالات اصلا دايما بحط سيناريوهات مختلفة ان لو حصل كذا او لو انا عملت كذا كان ايه ممكن يحصل فحسيت ان ليه ما يبقاش فيه ابطال هو اكتري مارب ده وحط الاحتمالات قدامه وماذا لو هو اكتري شاف كمان اللي احتمالات دي وهي بتحصل والاختلافات اللي كان ممكن تحصل في حياته هو بيتفرج من السيناريو اللي هو اصلا مش عاجبه فهو دي مين لي القصة بتاع التروية الفكرة وهل احيانا ممكن السؤال ده يخلينا او يودينا لفكرة انه احنا ممكن لو انا مش انا اصلا لو انا حد تاني لو انا حد تاني بشكل تاني بأفكار تانية بمعتقدات تانية بتصرفات تانية بصفات تانية كان ممكن تنفس النتيجتي تحصل ولا لا 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 يعني انا مؤمنة ان البني ادم هو نتيجة اختياراته نتيجة الخبرات اللي هو بيمر بيها نتيجة اختيار ممكن يوم نزلنا فيه بدري ممكن وقت قرارنا فيه نعمل حاجة ممكن بني ادم قبلناه نخلي حياتنا كلها مختلفة لكن لو الحاجات دي ما حصلتش فأكيد أكيد الخبرات دي كانت كلها هتبقى مختلفة فبالتالي النتايج دي ما كدش هتبقى موجودة كنت امتى نفسك هتبقى بني ادم تاني فكرة الاحتمالية او فكرة ماذا لو هي فكرة متعارضة شوية مع فكرة القدر او هو ده القدر او هو ده قدرنا ربطتي ما بين الفكرتين ازاي وانه انا عشان اتقبل قدري لازم يكون عندي قدر عالي من الرضا علشان ابقى عارفة ان هو ده الصح بالنسبالي وهو ده المقدر بالنسبالي وانه اي حاجة تانية كانت تبقى اكيد نتيجتها مش كويسة والله اعلم باللي احنا ما بنعرفوش ودايما فيه مفارقة بتحصل في الحتة دي انه اني اكون متقبلة قدري جدا واني اقول ياه بس لو ما كانش فيه كذا او لو ما كنتش عملت كذا شرحتيها ازاي وقلتيها ازاي باسلوبك في الكتاب فيه حاجات بتكون من وجهة نظرنا شر بس ده هي حمتنا من الاشر صحيح في منعو خير بالزبط في المنع خير طبعا اكيد بالزبط فحتى لو انا شايفة الحاجة دي دلوقتي من وجهة نظري الحالية في الموقف اللي انا فيه دي حاجة سيئة جدا على المدى البعيد هارف ان ده افضل سيناريو كان ممكن يحصل ده حقيقي ده حقيقي ونعم باللي طبعا فهو ده الكونسبت بالزبط ان انت واقف بتتفرج على كل الاختيارات اللي انت كان نفسك تحصل وحياتك التانية اللي كان ممكن انت تكون عايشها مع انك مش راضي عن حياتك الحالية بس في الاخر هتبقى مدرك ان اللي حصل لك ده هو كان افضل سيناريو اشتركوا في القناة